نروح لجهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد النهاردة نشرت الهيئة بيان أكدت فيه أنه في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية تم ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة بدأت بواقعة عرض رشوة 4 مليون جنيه على نائب رئيس هيئة الإسعاف لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه لكنه رفض وبادر بالإبلاغ بإبلاغ الرقابة الإدارية عن محاولة وأسرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال سيانة السيارات بإقناعه بقبول 4 مليون جنيه ليحصلوا على عقد سيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية فضلا عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسؤولين بهيئة الإسعاف قبل الاتجار بوظيفتهم نظير المال الحرم